السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام على السريع كده عن أهمية المصطلحات قبل مبدأ الدرس نتخيل كده انت اشتغلت في شركة أجنبية برة والمدير بتاع الشركة الأجنبية ليه أعجب عملك وقدمك للموظفين وقال The real don't you work who's actually done by this guy The real don't you work who's actually done by this guy يعني هذا العمل الفعلي الحقيقي اتعمل بواسطة أول ما تسمع كلمة don't you work هتقولي ده عمل حمار بيوصف عملي ان انا حمار تعالى اهدى تدرب المدير ليه ده هو بيقول كلام جميل الأجنب مش بياخده من الحمار غباءه بياخده من الحمار مشكته يعني العمل الشاك مش عمل الحمار عمل الشاك فهذا العمل الشاك اتفعل فعلا بواسطة this guy هذا الشاب فهتفرح انت عملت عمل شاك بيشكر بيشكرك يبقى اتعلم المصالحات الشيء الثاني برضو big dog ده يكون الكلب الكبير بتاعنا انت هتسمع كلمة كلب كبير انا كلب كبير تعالى موظف تعال استنى 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 كلب كبير اش معناها فعلا كلب كبير معناها شخصية مؤثرة important عضو مهم مدير تمام يبقى اذا اعرف المصطلحات تعرف كلمات وتعرف جمل ومعاهم مصطلحات لان المصطلحات ده بتبقى كتير جدا في الحالة عامية والرسمية ولها معنى تانية معنى تانية برضو معنىها مثلا big gun برضو شخص مؤثر بوم 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 بيضرب عطول مؤثر او معنى big shot الله يبقى اذا اعرف المصطلحات ده هيت وابعتها لزميلي اعمل sharing الان عشان يعرف العرب ان مش كل حاجة كلمات وجمل لا كلمات وجمل ونط واللهجة وكمان ايه تاني مصطلحات انوع اللغة ما اتمتش على حكتين بس في اللغة اوكي اقول لك بقى اعمل sharing الان واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكمان عشان يوصل لك كل شيء جديد ودعموني عشان اكمل معكم المسيرة الشيء التاني هتشوف الدرس كله وان شاء الله فالليك كده اعمل كده العمل اللي هو اسمه don't you work العمل الشاك كده شوف الدرس كله ان شاء الله وكتب لي تحت في التعليقات لخص لي التعابير اللي خدناها النهاردة واختار منهم تعابير واحد يليت من تحت كده اقول لك بقى watch now ياي للحصول على 30 استوانات محادثات في شتى نواحي الحياة في المطاعم في النوادي في الصفر في الرحلات في كل الشيء ومعهم التدريب ومعهم 70 استوانة كاملة بشرحي المجموع 100 استوانة كاملة تصل اليك ومع 30 استوانة محادثات هناك course أو course يسمى English pronunciation course course النطق البريطاني والامريكي 16 استوانة كاملة ومعهم 54 استوانة اخرى متنوعة بشرحي الرجاء الاتصال على هذه الأقام ومع أول مصطلح النهاردة نمبر من أسلح زي ما انت شايف في الصورة إيه لاحسته؟ أوس زي بلحست أن فيه واحدة خايفة من ضلها احنا عندنا في العرب كده بنقول الشخص ده خايف من ضله أيوا نمبر من أسلح عند الأجانب برده بيقولك اي بقى Afraid of one's own shadow Afraid of خايف من one's own shadow يعني خايف من ظله يا دا عندنا في العربة يا ساب وعندنا لقانب يعني بقى احنا نحذف كلمة ones ونحط his own shadow خايف من ظله وننفع نحوش his ونخلاها her own shadow خايف من ظله الله زي ما نشاه في الصورة هيت هي خايف من الظل اللي وراها مرعوبة يعني شخص كده يخاف من الاشياء الصغيرة يخاف من الاشياء الصغيرة او التخيلية يعني يخاف بسهولة تمام؟ المثال على كده مكتوبة هوت واحد شاف واحدة بتخاف فبيقول I've never seen anyone so easily scared She's afraid of her own shadow I've never seen لم أعرف حياتي Anyone so easily أي واحدة او اي واحد كده بخاف Scott بخاف so easily بسهولة كده هي خايفة من ايها She's afraid of her own shadow هي خايفة من ظله She's afraid of her own اقول كده her own اعمل اضغام احسن shadow هي خايفة من ظله الله يبقى ده مصطلح جميل لو عجبك اكتبه تحت وقول المصطلح ده عجبني طيب غمض اينك بقى واتخيل الصورة قدامك عشان يلزق المصطلح في العقل البطن وربط بالصورة وقول ورايا She's afraid of her own shadow She's afraid of her own shadow She's afraid of her own shadow تمام ايه اللي بعديها زي ما انت شايف في الصورة كده لو انت رحت سجن ولقيت واحد بصصلك البصة المرعبة دي ايه اللي يحصل لجسمك احنا اصلا بنخاف من المجرمين وهما مشيين اصلا فما بالك بقى لما يكون المجرم ده عايز يطلع برا السجن هتبقى معد جنبيه كده مرعوب دمك اه يتجمد زي بانت بصص على عينه الان في الصورة رعب دي لها مصطلح لها مصطلح معقولة يعني عند الاجانب في مصطلح معناها دمه يتجمد دمه يتجمد number two make one's blood run killed make one's blood run killed يعني بيخلي دم الشخص يجري بس يجري بقى cold ببرودة يعني يخلي الدم يتجمد من الرعب اه ينفع اعزف وانز وخليها his خدناها اكثر من مرة his blood run killed يخلي دمه يجف أو my blood run killed المثال على كده قدام الصورة هيت مثال مثال the look in the prisoner's eye made my blood run killed the look in النظرة فيه in the prisoner's eye في عين السجين ده made my blood run cold خلى دمي ملو يتجمد من الرعب طيب يبقى اربطها بالصورة زي كل مرة والوراية made my blood run cold made my blood run cold made my blood run cold اللي بعد اياه نيجي عندي المثال الثالث نيجي بقى عندي number three الله على المصطلحات النهاردة جميلة جميلة طيب زي ما انت شايف في الصورة واحد باين عليه طفلي يعني باين عليه ان هو ما له يبقى معصب خايف متوتر ساعات كده الواحد هو متوتر بيبقى عبارة عن كأنه كده كومة مشاعر كده متنلفزة كومة اعصاب حزمة اعصاب لدرجة ان ممكن يأكل اضافره من التوتر او يأكل اي حاجة وقدامه هو مش حاسس ده كان لسه طارة اللي قدامه من كتر التوتر لها مصطلح لها مصطلح number three bundle of nerves bundle of nerves bundle يعني كومة of nerves كومة اعصاب يعني كمة في التوتر وصل التوتر لقمته كأن كده مجموعة اعصاب فوق بعضها بم 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 تمام وعملة كومة من النرفزة يبقى متنرفز كده طيب الأم بتقول على ابنها اللي في الصورة عندك ده بتقول يبقى driving القيادة to die اليوم need less to die مش عايز اقول لكو انه بقى يعني وغانية عن القول ومش عايز اقول لكو بقى انه بقى ايه بقى he's a bundle of nerves هو بقى مجموعة من الاعصاب هو حزمة بقى من التوتر مجموعة اعصاب فوق بعضها متنرفز المثال التاني على كده example بص على الصورة ونقول mary was a bundle of nerves until she heard that she passed the test mary البنت اللي اسمها mary was a bundle of nerves كانت حزمة كده توتر كده until she heard that حتى هي سمعت انها بقى she passed the test انها اكتازة الامتحان غمضينك بقى الان وهنتكلم عن الشخص اللي في الصورة ده حط الصورة في مخك بقى وهنتكلم عليه ونقول وانت مغمى دينك والوراية بصوت عالي he's a bundle of nerves he's a bundle of nerves he's a bundle of nerves ايه اللي بعديها نيجى بقى عند number four ساعات كده الواحد من كتر ما هو قاعد كده بيشوف شيء ومتحمس جدا ممكن ما هو بيرفع ايده وبيشجع وكل حاجة بقى يعني يسقط من اعلى الكرسي تحصل مع ناس خاصة في المباريات كده او ساعات كده نط الفوق اتخبط في النجفة من ايه من كتر ما هو ايه قاعد كده متحمس هل ليها مصطلح ليها مصطلح عند الاجانب ايه المصطلح بقى number four بس قبل ايه شيء بص على الصورة كده هتلاقي فيه واحد كده طفل كده متحمس جدا والكرسي في حتة وهو قاعد عالطرف الكرسي بختار لكم الصور بتعب جدا في اختار الصور يعني من كتر الحماس بيشوفوا شيء بحماس كده مش حاسزة واقعد فين number four on the edge of one's seat on the edge of يعني على طرف one's seat على طرف الكرسي بتاعه او الكرسي بتاعها ونبقى نعوش ones ونخلىها his seat الكرسي بتاعه او her seat الكرسي بتاعها وهكذا يبقى اقول كده on the edge مش on the on the edge of on the edge of one's seat يعني ايه في انتظار كده بعصبية وحماس قاعد كده اه طيب عايزة جون يدخل المثال اولان دي الام بتقول للزوك look at bob he is on the edge of his seat watching that rugby match look at bob بص على bob ده he is on the edge of his seat هو قاعد عالطرف الكرسي بتاعه مش معناها قاعد قاعد عالطرف الكرسي لا معناها قاعد كده بحماس كده اه watching هو بيشوف that's rugby match هذه المباراة بتاعه rugby number two الاختي بتقول لاخوها قبل ما يجيبه الفاريو بتقول له بها احنا لازل نقاره ده الفاريو ده هيخليك قاعد كده عالطرف الكرسي يعني قاعد كده بحماس number two you must run this value it keeps you on the edge of your seat right up to the end you must run this value يجب عليك ان انت تأجر تأجر هذا الفاريو it keeps you on the edge of your seat بيخليك قاعد على طرف الكرسي تمام right up to the end قاعد كده بحماس حتى النهاية حتى نهاية الفاريو ده الله طب هنغمض عيننا زيه كل مرة ونربطها بالشخص ده عشان ما ننساش وقول معي he is on the edge of his seat 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 اللي بعديها نقبها عندي اللي بعديها ساعات كده في العرب وخاصة عندنا في الصعيد يعني بنلبس جالبيات كتيرة بس مش معظمنا بيحصل له كده الصعيدة للجالة بس في بعضهم القلة القليلة اذا شاف شيء كده مرحب بعضهم القلة القليلة طبعا بيعمل ايه بيطلع ايه جري بس هو لابس جالبية فبيعمل ايه لو جري لو جري هو لابس الجالبية ايه اللي يحصل له ها يسقط على الارض فبيضطر بيرفع طرف الجالبية ويحطه في فمه عشان يجرب سرعة من الرعب دولة القلة القليلة طيب انت منهم الزاب انا منهم طبعا اول واحد نابة فايف عندهم المثال ده عند الاجانب كده بس الاجانب عشان بس قويت بدل ما يخلوا طرف الجالبية وهم ما عندهمش جالبية اصلا بيخلوا القلب بينط فين في الفم مش طرف الجالبية في الفم لا الله على المصطلح جنيل اذا عجبك اكتبه تحت حاطين وانز ماوث حاطين القلب فيه وانز ماوث قلنا نحذف كلمة وانز ونخليها هز يعني حاطين هز ماوث القلب بتاعه بقى في فمه من الرعب بم 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 أو هاطين هوا موث العجيات القلب بتاعها في في فمها من الرعب زاي ما انت شايفها هوت المثال بيقولي بقى هاط ووز ا موث اس اي ونتدتون موث هاط ووز ان الدخول القلب بتاعي كان اس اي وكان تدوم في فمي اذا اوانزا كان لب感じ داخل داخل Tay بخري البيت البسكون ده اول ما شاف الرجلる في الصورة القلب اللي عندك في الصورة�ל باهم ملابحه وطلع يجري. من اللي نط قلبه ونط من مكانه دخل فين في بقه. يعني قلبه عايز يجري قبليه. الله غمض عينك وتخيل انت شفت المنزل قدامك ده. وهتقول هي. حاطن ما معوث. حاطن ما معوث. تمام? اللي بعدية. نيجي بقى عند المصطلح اللي قبل الاخير. سهب كده تكون يعني القطة اذا نطت من جدار لجدار وكان الجدار ده سخن شوية من الشمس او سخن كده تحته كان بيسخنوا حاجة تحته او غيره. الطوب ده بيبقى سخنة فهي بتنط على الطوب بسرعة بتبقى ايه? في حالة توطر. عايزة بسرعة تجري من على الصور ده. الله هل معقولة في ناس كده? في ناس كده. زي ما انت شايف في الصورة كتبى قاعدة يعني قاعدة كده بتترعش كده ومستنيها الاخبار وفي حالة كده عصبية جدا ومش بيهدى. الله هنقرأ المصطلح. like a cat on hot bricks. like a cat وكأنه قطة on hot bricks. وكأنه قطة على يبقى طوب خار. ملحلة بالطوب. بتعمل قطة بتترجف تترجعش. زي ما انت شايف في الصورة ها. الاخ ده عرقان ومستني الاخبار. المثال على كده بيقول. the week before the results were published. he was like a cat on hot bricks. the week before the results were published. قبل ظهور النتائج. he was like a cat on hot bricks. هو كان عامل زي القطة اللي على ايه بقى? اللي على اه طوب حار. دي مش معناها خائف. لا لا لا. دي معناها متوتر. عايز ينزل مع الجدار زي القطة كده. مش معناها خائف خالص. معناها ايه? عصب جدا. او لا يهدأ. زي ما انت شايف في الصورة. قول معي بقى ونوصف الشخص ده غمض اينك وربط بالصورة. قول معي. he was like a cat on hot bricks. he was like a cat on hot bricks. تمام? اللي بعد يا. نجي بقى عندي اخر مصطلح ولسه برضو مستني في التعليقات تقولولي افضل مصطلح عجابكم النهاردة اكتبوه عشان ما تنسووش. وممكن تكتبوه لي السبع مصطلحات كلهم. بس اكتب لي اكتر مصطلح عجابكم. الكتابة بتثبت المعلومة اكتر. نوبر سابن. المثال بقى. ساعات كده الواحد يتجوز واحدة تكون ملاك او هي تتجوز واحد يبدو ان هو ملاك وفجأة يعني تلاقي طلع له ارنين او هي طلع لها ارنين اختلفت تماما عن الخطوبة. فبتقول له والله مش عاجبك الحال الباب يفوت جمل. ده عندنا بالمصري. هل هم عنده مصطلح كده عنده مصطلح كده معقولة مش عاجبك الحال الباب يفوت جمل. ايوه. طيب نقرأ مع بعض. اطلع برا ايه بقى المطبخ. لو انت ما استعملتش حرارة المطبخ. اطلع برا المطبخ. واقف معالي. هي كده. ما استعملتش الموقف ده. خلاص الباب يفوت جمل. سيب الموقف نفسه. ايخلع من الموقف. المثال على كده قادي المدير قاعد مع الموظف. وبيقول له المثال من تحت. وبيقول له بقى. بيقول له بقى ان الشغل اللي هنعملو ده في الشركة هياخد بقى. يعني وقت اضافي في نهاية الاسبوع عشان ننهي الشئ ده. ولهذا. لو انت ما استعملتش حرارة المطبخ. ما استعملتش التعب ده. سيب المطبخ. سيب الوظيفة. اخلع. امشي. فيعيني حاطط ايده على راسه يا عيني. وهيستحمل استحمل. كام واحد في مشاكل ومستحملها عشان اكل العيش. في مهن مختلفة. مستحمل شيء للطوب والحرارة والبنى والتعب. عشان ايه؟ اكل العيش. الله. وده كان اخر شيء في درس النهاردة. درس ممتع. مصطلحات جميلة جدا جدا جدا. وبتحصل في الحياة العربية والحياة الاجنبية. وبتسمعها كمان في الافلام مع غض البصر اذا جاد ست. وكمان في الحوارات العامية وكمان بعضها في الرسمي. فحاجات يعني عشان ما تقابش قدام الحياة العامية او الحياة الرسمية او مقاطع الافلام. وانت مش فاهم حاجة.